في الخرطوم ومدن السودان الأخرى ويواجهون مخاطر غير مقبولة ويسعون جاهدين لتلبية احتياجاتهم الأساسية نقص الوقود يعني أن المستشفيات لا تملكوا الطاقة الكهربائية وتواجه أيضا صعوبة في توفير الإمدادات الغذائية وهذا أدى إلى نقص في الغذاء في أماكن عدة ونقص الخطر لا يزال يضق بالنسبة لنا جميعا مع الأسف أن حياة العديدة من الأطفال قد تأثرت وصلبت بفعل النزاع وبحسب اليونسف قتل أكثر من 100 طفل في الأيام الأحدى عشر الأولى للقتال واحدها وأكثر من 1700 طفل جرحوا هذه الأرقام لا يتم الإبلاغ عنها كفاية ولا بد من توفير الحماية بحسب القانون الإنساني الدولي وقد دعا المجلس هذا إلى تدبير خاصة لحمية الأطفال بما في ذلك عبر القرار 2601 ونثني على الجهود الشجاعة للمسعفين ومقدمين المساعدة الإنسانيين في السودان وندعو كل الأطراف إلى احترام التزاماتهم إن التدبير من قابل الرحلات ما بين بورت سودان ومناطق أخرى أساسية من أجل رفاه المدنيين ونتطلع لوقف إطلاق النار دائم لضمان استمرار الخدمات إن النهاية المستدامة الوحيدة لهذه الحالة تكون عبر الحل السياسي ولابد لذلك أن يشرك كوكبة واسعة من الجهات المدنية والسياسية بما كان النساء وسوف تواصل الإمارات العربية المتحدة العمل مع الشركاء الأساسيين لدعم تنسيق جهود الوساطة على كل المستويات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإغاد ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة دول عربية كلهم التزموا دعم الشعب السوداني والحل يتمثل في نهج إقليمي أوسع بدعم كبير دولي سيدتي الرئيسة نحن على اعتقاد بوجوب استمرار انخيرات الأمم المتحدة عبر اليوني تامس وهذا أساسيا وندعم تشجيد ولاية اليوني تامس كان ندعم عمل العديد من المكالات الإنسانية الأممية العاملة على الأرض يتعين على الأسرة الدولية أن تظل عاقد العزم على توفير الأمن لمستقبل الشعب السوداني وندعو إلى العودة إلى المصاري السياسي هذا السبيل الوحيد لإنهاء هذا العنف بشكل سريع ومستدام وشكرا شكرا لممثلة الإمارات العربية المتحدة على بيانها